إذا كتبت هذا الآيضي رح يظهر لك هذا الحساب هذا الحساب لديه بانر الشراكة لكنه ليس يوتيوبر وليس صانع محتوى أنا جيت اليوم رأستعرض لكم حسابات يوتيوبرات مزيفين يعني هذون الأشخاص عندهم بانر الشراكة وبانر اليوتيوبر لكنهم ليسوا أي يوتيوب ليسوا صناع محتوى طبعا يا شباب هذا الفيديو خطير جدا وبنفس الوقت بدي أفرجيكم مين هو اليوتيوبر ومين هو الشخص الذي ليس يوتيوبر اليوم بمعنى الكلمة جبت لكم 10 يوتيوبر مزيفين إذا كنتم متحمسين حطوا لايك ضروري هذا الفيديو يوصل 50 ألف لايك ولا تنسوا كمان تشتركوا بقناة حتى أوصل 2 مليون بأسرع وقت وليست جو يلا نبدأ إذا دخلت إلى لعبة فريفاير وكتبت هذا الآيدي وهو دار أمانكم بالشاشة رح يظهر لك هذا الحساب هذا الحساب مثل ما أنتم شايفين عنده بانر الشراكة لكنه ليس يوتيوبر هذا اليوتيوبر مو يوتيوبرز يوتيوبرز يا جمال هذا الحساب تبع شخص ليس يوتيوبر يا شباب يعني إذا ظهر معكم هذا الحساب أو شفتوا هذا الشخص بالجيم أو هيك شي هذا الشخص بسوي حركة ما أدري كيف جاب البانر لكنه ليس يوتيوبر أبدا إطلاقا أوكي مثل ما أنتم شايفين يا شباب الحساب عادي جدا في 14 ألف لايك لفل 68 لكن عنده بانر الشراكة البانر المحظور على الأشخاص الأديين أوكي شباب مثل ما أنتم شايفين لا يوجد أي شي غريب حساب عادي جدا حتى من ناحية الفايرباسات يعني شاحن الفايرباسات وفي فايرباسات مش شاحنهم أصلا لأنه هذا الحساب ما توصل جواهر من شركة غارينا كلكم تعرفوا أنه صناع المحتوى شركة غارينا ترسلهم جواهر بشكل شهري تقريبا طبعا يا شباب خلينا ندخل لقائمة الأمنيات شوفوا شو حاط بقائمة الأمنيات شباب حاط كثير أشياء أسطورية هاي الرقصة أول مرة أشوفها بصراحة وهي الرقصة كمان هاي الرقصة هاي الرقصة هاي الرقصة أوكي كل هاي الأشياء أول مرة أشوفها شباب شو رأيكم أسوي لكم فيديو يكون فيه أوه شايت وجدة وجدة ألوبي أسطير هذا هو أول حساب كان معنا اليوم خلونا نشوف الحساب رقم اثنان إذا دخلت إلى لعبة Free Fire وكتبت هذا الآيدي لظهر أمامكم رح يظهر لك هذا الحساب هذا الحساب أيضا ليس يوتيوبر أو ليس شخص مشهور أبدا ولكن لديه بانر الشراكة شباب ما أدري هذول الأشخاص بالوي قاعدين يجيبوا بانر الشراكة بمعنى الكلمة شوفوا الآيدي تبعوا كبير جدا مشان تعرفوا أنه الحساب ليس قديم بمعنى الكلمة الحساب فيه سكنات عادية جدا فيه فايرباس 5000 لايك 61 كل شي عادي إلى حد الآن يا شباب لو تلاحظوا بانر الشراكة ما ندري هل هو هاكر ما ندري هل هو يوتيوبر ما ندري شباب بصراحة هذول الأشخاص مخيفين جدا داخل لعبة Free Fire خلونا نشوف قائمة أمنياته قائمة أمنياته عادية جدا ما فيها شيء مختلف عن قائمة الأمنيات تبع الناس المهم يا شباب هذا هو الحساب الثاني احذروا منه هذا الشخص ليس يوتيوبر حاليا خلونا نشوف الشخص الثاني إذا كتبت هذا الآيدي في لعبة Free Fire رح يظهر لك هذا الحساب هذا الحساب أيضا لديه بانر الشراكة لكنه أيضا ليس يوتيوبر أوكي بعرف أنكم تعرفوا أغلبية أسماء الناس المشهورة في لعبة Free Fire لكن هذول الأسماء يعني بصراحة أنا هذل الأسماء أول مرة أشوفه بحياتي حرفيا أوكي وكمان شوفوا مسوي إيموجي هون تبع الشجرة يا شباب ما أدري كيف سواه أكيد هذول الأشخاص لعبين باللعبة فيه أشياء مسوينا باللعبة هذا الحساب فيه شباب هاي الطاقية تبع الهيب هوب بصراحة يا شباب حساب مخيف جدا من وين جبت البانر يا أخي انطق محمد رمضان تكلموني جبت خال شباب محمد رمضان ما بده يعطينا السر ممكن تعلمنا كيف جبت البانر حتى أوري طريقة للناس يعني يجيبوا البانر خيلوا كل الناس عندهم البانر وليس يصير ما عنده ولا دوق أصلا ما يصيروا عنده ولا قيمة هذا البانر طبعا يا شباب الحساب هاد حساب ليس يوتيوبر أنا بصراحة ما أعرفو إذا أنتو بتعرفوا أنه هذا الشخص مشهور اكتبوا لي بالتعليقات في هذا الفيديو إذا حطيت شخص مشهور وقلت لكم أنه ليس يوتيوبر أنا آسف للشخص مشهور وأنتو صححوا لي خطأي بالتعليقات وإذا تعرفوا شخص عنده بانر الشراكة وليس يوتيوبر اكتبوا لي الآي دي تبعه بالتعليقات ضروري جدا يا شباب إذا دخلت أيضا إلى لعبة Free Fire وكتبت هذا الآي دي رح يظهر لك هذا الحساب اللي ظاهر أمامكم دعونا نشوف هذا الحساب مع بعض ماذا لم تشاهدين يا شباب حتى هذا الحساب لديه بانر الشراكة لكنه ليس يوتيوبر حرفيا هذا الشخص عنده بانر الشراكة لكنه ليس يوتيوبر وكمان ما عنده الصورة يعني ما عنده البانر عنده بس الأفاتار ما عنده كيف جابه يا شباب بصراحة لكن هذا الشخص إذا قتلكم في القيم ولاحظتم أنه عنده البانر أو إذا يجاكم شخص وقالكم أنه أنا يوتيوبر هذا الشخص قلوله أنت كذب أنت لست يوتيوبر لو تلاحظوا شيء هدول الناس اللي قاعد أستعرض لكم فيهم أغلبيتهم عندهم هدول الإيموجيات الغريبة ما أدري كيف يسووها بصراحة يعني شيء غريب جدا خلونا نشوف قائمة أمنياته ما في شيء بقائمة الأمنيات طبعا يا شباب هذا كان معنا الحساب الثالث خلونا نشوف الحساب الرابع شباب أنا غبي الحساب هاد كان الحساب الرابع خلونا نشوف الحساب الخامس أوكي هذا هو الحساب الخامس اسمه بصايكو دعونا نرى بصايكو كيف دخل الشراكة يا بصايكو وعلمنا كيف دخلت للشراكة يا صديقي لو تلاحظوا هذا الشخص شباب ما أدري لكن يسوي هذا القلب النفس ولي شفناه بالحساب اللي فات لو لاحظتوا ليش يسوي هذا القلب ومن وين جابوه أصلاً عمري بحياتي مشت شخص بلعبة فريفاير عامل هذا الإفكت اكتبوا لي بالتعليقات كيف يسوي هاي الحركة هل في برنامج يسوي هاي الحركات هل هذا الشي هاكر اكتبوا لي بالتعليقات حتى البي هاي مختلفة على البي اللي نسويها يعني بصراحة طبعني أسطير هاي البي عجبتني بصراحة شباب هذا هو الحساب تبع الشخص هاد هون قائمة الأمنية تبعه عادية ما فيها شي يعني جديد علينا هذا الشخص ليس يوتيوبر احذروا منه يا شباب يجيكم هذا الشخص يقول لك أعطيني حسابك إيش حل لك قل له لا الصحراوي قال لي أنت لست يوتيوبرز أوكي يوتيوبرز لتقوله يوتيوبر خلونا نروح للشخص رقم 6 إذا دخلت إلى لعبة فري فاير أيضا وكتبت هذا الائد اللي ظهر أمامك في الشاشة رح يظهر لك هذا الحساب لي اسمه سوبرام أوكي كل ياتكم تعرفوا يعني هي ماركة مشهورة جدا سوبرام لكن سوبرام فاجأنا أنه لديه بانر الشراكة ونحن لا نعرف من أين أتى ببانر الشراكة سوبرام يا وجه الأزرق ممكن تحترف شباب لو تلاحظوا هذا الشخص حسابه عادي جدا لديه 6000 لايك كل شي عادي لكن لديه بانر الشراكة ما أدري من وين جاء بانر الشراكة أنا أدري أنه قديما في فري فاير كان في يوتيوبر اسمه سوبرام أنا بعرفه بس ما كانت عندي معه باع معرفة شخصية لكن أنا متأكد أنه ما دخل الشراكة يعني ما كان عنده بانر الشراكة أنا متأكد من هذا الشي طبعا يا شباب هذا الشخص ليس يوتيوبر احذروا منه داخل لعبة فري فاير وخليني أفرجيكم الشخص اليوتيوبر المزيف رقم سبعة أيضا إذا دخلت إلى لعبة فري فاير وكتبت هذا الايد وعملت بحث رح يظهر لك هذا الحساب شباب هذا الحساب احذروا منه أوكي هذا الحساب ليس يوتيوبر هذا الحساب أكيد رح يكون من الناس اللي مهكرين اللعبة وحاصلين على بانر الشراكة خلونا ندخل هذا الحساب ونشوف شكله شباب هذول الأشخاص ما أدري من وين قاعدين يجيبوا في بانر الشراكة حرفية لو تلاحظوا كمان عنده رأس الهيب هوب هذا الشخص قدر أن يجيب بانر الشراكة رح يغلبوا رأس الهيب هوب يجيبوا إيزي رأس الساكورة يجيبوا إيزي كل شي عنده إيزي أكيد هذا الحساب فيه 12 ألف لايك 68 الليفل يعني مشان تعرفوا أنه ليس يوتيوبر لكن لاحظوا هذا الشي هذا الحساب شاحن جواهر بطريقة قوية جداً شوفوا كمية الفايرباصات اللي شاحنها زمان كليتها 700 700 600 وكمان شوفوا هون 1500 1590 200 شباب يعني أرقام كبيرة جداً حرفياً 1800 في البويباص اللي قبل اللي فات شباب بصرحة هذول الأشخاص قاعدين يسووا أشياء غير قانونية داخل لعبة فريفايل اللي هيك خبرتكم أنه هذا الشخص أكيد حصل على البنر طريقة غير قانونية بمعنى الكلمة هذا اليوتيوبر ليس يوتيوبر إنه يوتيوبر مزيف خلونا نشوف حساب اليوتيوبر المزيف رقم ثمانية إذا دخلت إلى لعبة فريفاير وكتبت هذا الايدي رح يظهر لك هذا الحساب خلونا نشوف شو موجود بهذا الحساب ليش حطينا بهذه القائمة هذا الحساب لديه 4000 لايك فقط ولديه بنر الشراكة هذا الشيء أصلا غير معقول مفروض شخص عنده بنر الشراكة يكون عنده أكثر من 4000 لايك وبالنسبة للناس اللي تقول صحراوي يعني هذا الشيء فوتوشوب أو ما أدري إيش كل ياتكم بتعرفوا أنه مستحيل أني الماوس هاي لو كنت مسوي إضافة في الأو بيس أنه هذا الشخص يعني فوتوشوب يعني يحط عليه بنر الشراكة أكيد لما أحط هاي الماوس الصفراء اللي أنتوا شايفينها أحطها هون رح تجي تحت الصورة ما رح تبين رح تختفي هيك بس شوفوا ها قاعدة تبين مشان تعرفوا أنه هذا الشيء بجد يعني ها بطل ما أنتوا شايفين طبعا يا شباب هذول الأشخاص بمعنى الكلمة ما أدري من وين قاعدين يجيبوا بنر الشراكة وكمان خلوني أفرجيك بشي كمان هذا الشخص عنده في البوية باصة اللي فات 1560 نقطة من وين جيبوا هاي الفلوس هل قاعدين يحكروا جواهر هل قاعدين يحكروا بنر الشراكة هل هل ما أدري شباب اكتبوا لي بالتعليقات أجوبة مقنعة أوكي وخلونا نروح الشخص المزيف رقم 9 لديه بنر الشراكة وليس يوتيوبر أصلاً طبعا يا شباب شوفوا السكنات اللي هو لابسها هذا الشخص كمان هذا السكن الأزرق أول مرة أشوفه بصراحة اللي هو لابسه فوق شباب هذول الأشخاص قاعدين يسووا أشياء غير طبيعية باللابة حرفياً وكا لو تلاحظوا شوفوا عنده فيرباصات شباب قديمة كمان يعني حساب قديم شوي 800 لايك حساب لديه بنر الشراكة فيه 800 لايك والله شباب شيء غير معقول بيبانة الكلمة حرفياً وكا لو تلاحظوا قائمة الأمنية تبعوا عادية اتوقع شباب هذا الشخص أيضاً ليس يوتيوبر إذا واجهكم في الجيم أو يجاكم قال لكم أعطيني حسابكم إيش حال لكم لا تعطوا حساب هذا الشخص ليس يوتيوبر وليس معروف أول مرة أشوف حسابه حتى أنتو أنا متأكد لكم أول مرة تشوفوا هذا الاسم أمامكم حرفياً خلونا نروح للشخص اليوتيوبر المزيف اللي بعده اليوتيوبر المزيف رقم 10 هو هذا الـ ID إذا كتبت هذا الـ ID رح يظهر لك هذا الحساب بعد الحساب لديه بانر الشراكة لكنه ليس يوتيوبر وليس صانع محتوى صديقي من وين جبت بانر الشراكة؟ الشيء الغريب أنه لديه فقط 600 لايك وعنده البوياباس اللي فات 650 نقاط هدول الأشخاص قاعدين أنا متأكد أنه قاعدين يسووا طريقة غير قانونية مشان يجيبوا الجواهر وبنفس الوقت قاعدين يسووا طريقة غير قانونية مشان يجيبوا بانر الشراكة حرفياً لأنه لو تلاحظوا حتى أنهم شوفوا ما يشحنوا الفايرباسات بس لما يشحنوا يشحنوا مباشرة 600 700 ألف ألفين نقطة ثلاث ألف نقطة هذا الشيء غريب وغير مضيقي لهيك أنا قاعد أقول لكم أنه هدول الأشخاص قاعدين يسووا أكيد شيء غير قانوني داخل لعبة فري فاير أوكي باحتمال يكونوا مطورين أصلاً المهم شباب هذا الشخص الاسمه ساتيام أو ما أدري وش اسمه وكاتب ايام باك شباب هذا الشخص ليس يوتيوبر مئة بالمئة احذروا منه داخل لعبة فري فاير أنا أحذركم منه من الآن هذا الشخص يوتيوبر مزيف ألمهم يا صديقي لقد وصلنا إلى نهاية المقطع تمنى المقطع كنا لإعجابكم إذا بتعرفوا يوتيوبر مزيف آخر اكتبوا لي الآيدي تابعوا بالتعليقات إذا بتعرفوا ليش هدول الأشخاص عندهم بانر الشراكة شو هو السبب وكيف قاعدين يجيبوا هي الأرقام القوية في البويباس كمان اكتبوا لي بالتعليقات لأقرأ تعليقاتكم طبعاً لا تنسوا أنكم تحطوا لايك واشتركوا بالقناة كان معكم الصحراوي أسطورة العالم أنا روحت